أحظت أن الجزيرة وجابتها أيضاً بعض الجهات الإخبارية الأخرى جايبين أمس أو أول أمس أعتقد أمس جايبين الجزائر سترفع قضية تبون يأمر البعثة الجزائرية لرفع قضية المحكمة إلى مجلس الأمن إلى آخره ومركز عليها شوية الجزيرة أولاً دعنا نقول حاجة كل ما تقوله الجزيرة عن الجزائر هو يا إما نصف حقيقة يا إما مبتور يا إما ليس دقيق والجزيرة تريد نفخ تبون لأن قطر الأمير القطري لديهم علاقات وطيدة مع جناح تبون داخل السلطة وهم لا يريدون إزعاج نظام الجزائري إطلاقاً لأن عندهم كثير من المشاكل أولاً وثانياً لأن النظام الجزائري يساعدهم في صراحهم مع الإمارات في تحالف ما بين قطر والنظام الجزائري في صراحهم مع الإمارات والحقيقة أن قطر تساعد نظام الجزائري بشكل كبير جداً في قضية مواجهة الإمارات ما يعرفوش كيف يواجهوها فالجزيرة إذن كل ما يتعلق بالجزائري يا إما تغمض عليه العين يا إما ما تحدش عليه يا إما خاصة إذا كان مزعل للنظام أي شيء دير هالنظام ولا تكون هكذا صغيرة تنفخ فيها وهذه ليش مهنية ليش موضوعية هذه سياسة لمصلحة لصاحب مصلحة القناة لكن ما هي حقيقة؟ هل بالفعل؟ نعم تبون قال للبعثة أن يرفعوا القضية قضية للحقيقة لكن هذا كلام فارغ أولاً لأن الذي يرفع القضية هو الأمين العام للأمم المتحدة وهذا بالقانون القوانين التنظيمية التي تنظم عمل الأمم المتحدة لا تقول أنه عندما يصدر قرار من محكمة العدل الدولية يقوم الأمين العام برفعه إلى مجلس الأمن إذن فمش بحاجة إلى دولة أخرى لترفع القضية هذا واحد وعندما يرفع الأمين العام القضية فقد أنا مش حبش ما يكتبوش عليك انترك هناك في الجزائر وتحب أن يكون عندك أن بلادك عندها موقف وما موقف ضعيف جدا في قضية غزة في قضية فلسطين عموما آه فيه كلام نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة هذا الكلام موجود لكن على الواقع يمنعون الجزائرين من المظاهرات اللي هي بسيطة جدا دول مطبعة تقوم ترك الناس تنظهر المظاهرات أمس الجمعة في المغرب عشرات المدن أكثر من مئة مظاهرة في عشرات المدن ندام مطبع ولو كان هناك ذرة عقل في هذه العصابة للتحكم الجزائر اللي كان تركه يعني ماذا ستغير لو الجزائر يخرجوا غضوية الظاهرة من أجل غزة بالعكس كانوا ربما ينظرون للنظام هذا أنه راح متناغم مع خطابه هاو مخلي شعبه يتضاهل لكن هذه العصابة تخشى المظاهرات مش عارفة بلك يرفع شعار مخابرات إرهابية تسقط النافية العسكرية دولة مدنية مش عسكرية تبون مزور جابه العسكر هاول يرعبها ولذلك ما عدا مظاهرات أشرفوا عليها هم في 19 أكتوبر بعد أن كان هناك ضغط شديد عليهم توقفوا ولم يعودوا يسمحون ولو لشخص واحد أن يرفع العالم الفلسطيني ويخرج يمشي كون يقول يحيى غزة ورفع العالم الفلسطيني يعتقلون إذن قضية أنهم هم اللي رفعوا قضية لمجلس الأمن هذا مش صحيح رفعها الأمين العام لماذا الجزيرة نقلتها؟ الجزيرة نقلتها نقلا على الإعلام باش تنفخ في تبون الجزيرة الآن الجزيرة عضوا في مجلس الأمن الآن نعم عضوا لكن من هذك العضاء العشرة اللي لا قيمة لهم ديكور لأن مجلس الأمن هذا مجلس القمع العالمي اللي يتحكم فيه هم الخمسة اللي عندهم الفيتو روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا وخاصة الولايات المتحدة كلهم عندهم الفيتو لكن طبعا الأقوى هناك هو الولايات المتحدة هؤذا هم اللي يتحكم في مجلس الأمن والحقيقة كل ما ستسمعونه من نفخ مسموح للنظام الجزيرة أن يقوم به الولايات المتحدة اللي عندها مثلا أكبر قاعدتين عسكريتين في المنطقة العربية وين موجودين؟ موجودين في قطر مع ذلك أعدى أعداء النظام الصهيوني في تل أبيب هو النظام القطري هذه حقيقة بمعنى أن الإمبراطورية تسمح للدول ونحن قلنا أن كل الأنظمة العربية أنظمة وظيفية بعض الأنظمة تسمح لها بأن ترفع صوتها ضد إسرائيل وهذا مسموح للنظام الجزائري قطري الكويتي العراقي تخيلوا العراق اللي هي تحت الاحتلال الأمريكي ما عندهاش علاقات مع الكهل الإسرائيلي لماذا؟ مسموح لها عندها إكزونراسيو يعني عندها إكسبسيو شبعض القوانين أو بعض الحاجات مرات يعطلوا بعض الناس ديز إكسبسيو الولايات المتحدة عاطية المجموعة الدول سمت دول عربية عاطينهم سمح لهم أن ما يكونش عندهم علاقات مع الكهل الإسرائيلي وأن مرة مرة ينتقدوا النظام الإسرائيلي أو الكهل الإسرائيلي كما قلت الدول هذه يشكون أربعة وخمسة خاصة العصابة عندنا قطر الكويت الكويت في عشرات الألاف من الجنود الأمريكية هي أيضا تقريبا جي بعد قطر في قضية القواعد الأمريكية مع ذلك ومراكويتين يظل يهاجموا في إسرائيل مسمح لهم هذا ما يسمى بالديدوان مو يعني عاطينهم واحد إذن كين دول يجب أن تطبع هما أصلا تحمسي للتطبيع كين دول ما هي مطبعة ما هي معادية تحط فيها قيسس عيد تحط فيها تعمري طانيا تحط فيها يعني واحدة دول هكذا كين دول مسموح لها أن ترفع شوية سوطحة كل في إطار أنها أنظمة وظيفية كل ميسر كل نظام ميسر لما صنع له هذا هو الحقيقة العصابة في الجزائر ليست عدو للكين الإسرائيلي عصابة في الجزائر هي عدو للجزائر والجزائريين والدليل شوفوا أحوال الجزائر شوفوا أحوال الجزائر شوفوا أحوالكم الناس اللي عيشها في الجزائر يشوفوا أحوالهم شوفوا طرقاتكم شوفوا مدارسكم شوفوا مستشفياتنا جامعاتنا شوفوا الحل سكناتنا شوفوا الناس اللي عندهم سيارات تسويه اكثر من مليار وناس اللي ما عندهمش بش يشو صبابط شوفوا الفقر شوفوا الجوع شوفوا الناس اللي تاكل من المزابل شوفوا الوضع حتى بالدليل مع أن هناك في هذه الأيام قامت القيامة على بالماضي قيامة قامت طيب شيء معنا تنتقدو هذا اللي معرفش سير الفريق الاخر ايها خسر حتى مع الفريق الموريطاني اليوم في نهاية المطاف اخوانا واشتهدوا مليح مليح ليهم شيء جميع لكن هل هناك نفس الاحتجاج والغضب على نظام حكم فشل لأكثر من ستين عام هل هناك احتجاجات على وزير الصحة الفاشل او على وزير الداخلية او على وزير تجارة او على وزير الاعلام او اي وزير هل هناك احتجاجات عليها ما هو الوزارة عهما بالماضي هل هناك احتجاج على تبو والو كان بعض الناس على هم الآن هذو متشجعين ضد بالماضي لأنهم عارفين أن المخابرات الإرهابية سامحت لهم بذلك عارف لما يسب في الفيسبوك أو في تويتر أو في اليوتيوب أو في تيك توك ما يجيش لجماعة الزوار الفجر ولا زوار العشاء ولا يذهبوا في أي وقت ما يرحش يطببوا عليه أو يعتقلوا عارفين هذا آه رهم نظام سامح مدام رح سامح نسبوه مرة سيدة كتبت لي وقاتلي أنا أن ينسبك لأنه لا يوجد خطر بهذه الصراحة قاتلي نعم نخرج ونسبوك لأنه لا يوجد خطر علينا الكثيرين لا ينتقدون من ينتقدونه إلا إذا أمنوا أن الحاكم إلا إذا أمنوا أن الحاكم لا يزعجهم في الحقيقة نحن مرات كثير من تحدثوا على المداخلة اللي هو ما عندهم شكل معين يديروا اللحية بطريقة معينة لباسهم يهمهم أكثر هو اللحية والقميص مع أنهم عارفين أن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلا أجسادنا إنما ينظر إلى أعمالنا وقلوبنا هم يعرفوا هذا في العمق لكن اللي يهمهم أكثر هو الشكل لكن في الحقيقة عقلية المداخلة هذه رهي منتشرة عند كثير من الناس ما دام النظام ما دام الحاكم ما ينزعج روحنا لهذه الجهة لماذا؟ لأنهم جبناء الحقيقة الجبن هو هذا الشجعان هم اللي يخذوا مواقفهم بغض النظر على الحاكم بغض النظر على المخابرات بغض النظر على الجنيرالات بغض النظر واش رأيهم أما الجبناء باش ما نقولش الأذناب والعبارة الأدق هي الأذناب فهم ذنب هم ذنب تبع وإن ما كانش قلق يروح إلى درجة إلى درجة حل آخر جنير السائل هكذا تجده لا يأمر بمعروف ولا ينهى على منكر لا يفعل خير أو يأمر بخير ولا ينهى عن الشر لأنه يحب من خافسلم والأي سلام ساعدت أيام ولكنه يتجر على الذين يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر يتجر على الذين يقولون الحاكم أنت ظالم أو يقولون لوزير أنت فاسد أو يقول للجنيرال أنت مفسد يتجر يتجر عليهم يتجر على الذين يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر على الذين يأمرون بالخير وينهون على الشر لكنه لا يتجرأ هو لا يقوم أصلا يعني بالنسبة ليه يا أخوي أنا ما نقدرونهمش الحبس طيب مدام جابنت على قول الحق لماذا تقول الباطل لماذا تهاجم من لهم الشجاع ويدفعون الأثمان وهم يواجهون الشرور والأشرار المجرمين والعصابات طبعا كل واحد يأخذ فيها رأي ويفكر في الموضوع